لكن الحقيقة الاستثمار في البنية التحتية ليست بدعة وليست يعني وليدة صدفة وكل المؤسسات الدولية وكل الدول التي تقدمت عبر التاريخ ونشوف يعني مهاتير في ماليزيا بيكلم على أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية وبنية تحتية قوية حتى تكون الأساس لأي تنمية البنية بشرية أيضا بانكيمون الأمين العامي السابق للأمور المتحدة وبتكلم على أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم لكن يعني هذه البنية التحتية تحتاج أو المحللين الأكاديميين اشتغلوا على فكرة تحليل الدول التي تقدمت عبر التاريخ من خلال الصورات الصناعية علشان تشوف إزاي قدرت أنها تتقدم وحطوا التقدم للاقتصادي في الدول مبني على خمس مراحل وسموها على اسم العالم مراحل النمو عند روستو أو روستو إباليويشن للجروث وهو أتكلم على مجتمع تقليدي بدائي بيعتمد على الزراعة وهو مجتمع هش لابد من العمل على زيادة موارده والحاجات ليه ودي مرحلة في دول كتيرة وإحنا بنتكلم النهاردة موجودة في هذه المرحلة وهو المجتمع التقليدي ثم التهيق للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم التكنولوجيا والدخول للأسواق الخارجية وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا ظهور طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة ثم مرحلة الانطلاق وهي مرحلة قريبة أو يعني تعتبر نسبيا قصيرة بحكم الزمن عشرين لثلاثين سنة اللي بيحصل فيها النمو في الدخل الوطني ونحو الاقتصاد وأيضا وجود قطاعات تتميز بالتركيز وتتميز بالمناخ السياسي والمؤسسي الملائم وأيضا الانطلاق نحو الاستثمار المنتج اللي هو بيؤدي إلى زيادة في دخل الدولة لو رحنا للمرحلة الرابعة وهي السير نحو النطق وهي المرحلة اللي مصر بوجودة فيها طبقا أيضا للتصنيفات الدولية أن يكون هناك استثمارات ضخمة هناك دولة فيها اهتمام بالإصلاح اجتماعي ازدهار في التجارة الخارجية واللي اجتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع وهي المرحلة القبلة الاستهلاك الواسع ودول الخمس مراحل الحقيقة اللي بيتكلم فيهم روستو على ازاي ممكن اي دولة تمر بخمس مراحل للتطوير حتى تصل إلى مرحلة النمو يمكن انا يعني بحكم تخصص هتكلم على ما تم في خلال الصحة نتكلم على الاكتر من عشر تريليون يمكن نصيب وزارة الصحة كان تريليون منهم في مشاريع كبيرة جدا اهمها على الاطلاق هو تأمين الصحي الشامل بالاضافة الى قرارات نفقة الدولة وقوام الانتظار والمبادرات الرئاسية وايضا كافة المشروعات القومية في خلال الوزارة الهدف من الاستثمار في قطاع الصحة هو صميم الاهتمام بالتنمية البشرية لان جزء كبير من التنمية البشرية مبني على فكرة العمر المديد والصحة الطويلة وايضا المجتمع الصحة والدليل ان هناك مؤشر في التنمية البشرية مبني على زيادة العمر في المجتمع او قياس تقدم الامم بمتوسط العمر من عند الولادة تأمين الصحي القديم او الحالي قبل الجديد نتكلم على حوالي 240 مليار جنيه وعدد حضراتكم تقدروا تشوفوا حدد المنتفعين اللي وصل ل69 مليون منتفع وايضا التكلفة تعدت ال51 مليار جنيه سنويا لو كلمنا على المرحلة الحالية في تأمين الصحي الشامل سواء المرحلة الاولى ست محافظات او المرحلة التانية في خمس محافظات بتكلفة اه حوالي 51 مليار للمرحلة الاولى وحوالي مية وعشرين مليار للمرحلة التانية في محافظات اه الجديدة ده مشروع في خلال عشرين تلاتين عشرين وتلاتين اتنين وتلاتين يستطيع ان يعمر ويغطي كافة المواطنين على مستوى الجمهورية مشروع قوام الانتظار الاستفاد بيه اتنين واربعة من عشر مليور مواطن في بعشرين مليار جنيه وايضا عدد قرارات نفقة الدولة زي محارتكم شايفين اللي تكلفتها وصلت لأكتر من مية وسبعة مليار جنيه في خلال هذه الفترة ده حماية اه صحية للمواطن وده صميم في التنمية البشرية من خلال المشاريع دي خلقت فرص عمل وادرت خفف من الام المواطنين وادرت انها تحصل اه تحسين لجودة تقديم الحياة او تقديم جودة الرعاية الصحية للمواطنين في كافة المعافظة مبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة بنتكلم على ما يقرب من اربعتاشر مبادرة رئاسية خلال هدي المبادرات بتاخد رحلة المريض من بداية حياته لحد اه فوق سن خمسة وستين سنة حققنا فيها نجاحات زي النجاح اللي احنا شفناه من فترة ليست ببعيدة وهو حصول مصر على الاشهاد من منظمة الصحة العالمية ليخلوها من فيروس سي وايضا على شهادة الاشهاد النهاردة من الملاريا وكثير من المبادرات الرئاسية للصحة العامة الخاصة بالاورام السرطانية وبالسرطان الثادي وهي هامة جدا في النتائج الخاصة برعاية الصحية للمواطنين المصري واستفاد بيها حوالي 94 مليون مواطن في مئة وسبعين مليون خدمة ايضا هناك اشادة دولية بما تم من قطاع الصحة كما اشاد رئيس ورزامة الصحة العالمية امام حضراتكم منذ قليل هناك اشادات كثيرة الطريق طويل انا لا ادعي ان هناك حل لكل المشاكل ولكن اه نحن في الطريق منذ عشر سنوات والدولة تسعى جاهدة ان تحسن من اداء الخدمة الصحية ولسبيل التنمية البشرية 1219 مشروع بحوالي مئة سبعة وسبعين بليار جنيه في كل محافظات مصر ودولة الرئيس يمكن في خلال زياراته اه يعني في كل المحافظات في اقاليم المختلفة بجزء من اهتمامه ان يكون في اه وسبات وفي زيارات للقطاع الصحي حتى يتمئن على جهزية القطاع الصحي في كافة المحافظات على قدر سواء لم نكتفي بهذا وايضا من تكليف من سنة الرئيس بالاهتمام بما يطلق عليه المدن الجديدة مدن الضخمة في الرعاية الصحية سواء في العصب الادرية الجديدة او في معهد ناصر او معهد النيل الطبي المدينة الطبية الجديدة او في مدينة العالمين الجديدة ان شاء الله للمشروع القومي للصحة النفسية ولكن يبقى دائما القضية السكانية هي محور القضايا على مستوى الدولة فيما يخص التنمية والتحدي هو تحدي زيادة السكانية والزيادة والنمو الاقتصادي يمكن النهاردة تتصادف ان هذا المؤتمر يعني بعد 30 سنة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في 1994 وكان في هذا التوقيت يتكلم عن العدد والحجم يمكن اليوم اختلفت المنظومة ولما نتكلم على السكان نتكلم اكتر على الخصائي السكانية من تمكين وايضا من حقوق للمواطنين فاللغة اختلفت بعد 30 سنة ولكن التحدي لازال قائب بالنسبة لمصر وهو القضية السكانية التي نزداد بها تقريبا في النمو السكاني اكتر من 3472 يوميا وطبعا دي كل ده من الجهاز مركز التعبية العامة والاحصاء اللي بيمدنا يوم بيوم بكل الاحصائيات احنا بنزيد حوالي واحد نسمة كل خمسة وعشرين ثانية هنا نقصد بالزيادة وهو الفرق ما بين الموريد والوفيات وبالتالي كل 72 يوم في 250 الف زيادة يمكن الدولة ما وقفتش عند هذا الرقم ساكنة لكن في خلال ايضا العشر سنوات الماضية ومن خلال دراسة الهرم السكاني وتوقعاتنا على المستقبلية مهم جدا ان احنا نعرف ان زيادة عدد السكان في مرحلة العمل من 15 سنة الى 64 سنة هو ده المستهدف عندنا لكن مش اي مواطن مواطن المؤهل للعمل الذي استطيع ان ينتج واستطيع ان يكون فاعل في المجتمع وبالتالي الدولة المصرية في الفترة الاخيرة حققت نجاحات في هذا الملف لم ننتهي بعد ولكن حققنا نجاحات في عشرين تلاتة وعشرين تبقى للجهاز المركزي للتعبية العامة والاحصى ان انخفض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 8 في المية مقارنة بعام اتنين وعشرين انخفضنا بحوالي 149 الف مولود مقارنة بسنة اتنين وعشرين وده مجهود طويل عبر سنوات طويلة تبنتها وده حقق لنا ان لأول مرة نشهد ان معدل الانجاب الكل في مصر ينخفض الى اتنين وخمسة من عشر بمعنى ان كل سيدة في مرحلة الانجاب بتصل الى اتنين طفل وخمسة من عشر وده يعتبر اول رقم نصل اليه من عبر تاريخ مصر بالكامل لو حضراتكم شايفين من سنة خمسة وسبعين كان خمسة وثلاثة من عشر احنا بنتكلم على اتنين وخمسة من عشر سنة تلاتة وعشرين ان شاء الله من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال الخطط البرنامج القومي للتنمية البشرية ومن خلال اهتمام الدولة المصرية في كل قطاعاتها احنا مستهدفين افندم ان احنا نوصل الاثنين واحد من عشرة على عشرين تلاتين وده هيحقق معدل الاحلال وده معدل يعتبر جيد جدا اذا استمر المنحنة في الانقفاض وده يخلينا لا نتحدث عن العدد ولكن نتحدث عن الخصائص السكانية نستطيع من خلالها تحسين احوال المواطن المصري اشتركوا في القناة